بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسلم متابعيني الكرام اهلا وسلم минимال منuxو من الصفا ليستهوع قناة ايوتيوالين اللي بيسمعنا الأول مرة وعجب الفيديو ما ينساش اشترك وفعل القرص حاب عرفوا في قناة ثانية اسمها يوتيوب معرفة تابعونا على القناتين واشتركوا في القناتين هتستفيدوا إن شاء الله باشترككم في القناتين وتفعلوا القرص كمان لا تنسوش اللايك وكومنتين للقناة دعم لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله اليوم موضوع تعبير يصلح لجميع المواضيع أو ممكن نقول 80% من الموضوعات لو أنت حضرتك ليس لديك قدرة أن تكتب موضوع تعبير في الامتحان أو ليس لديك حصيلة مفردات ماذا تفعل تخرج بدون كتابة موضوع تعبير أم تكتب موضوع تعبير يعني ممكن تأخذ عليه درجة يعني كويسة بالنسبة لك عندنا الموضوع التعبير اللي بيأتي في الامتحان ممكن يكون موضوع إيجابي أو ممكن يكون موضوع سلبي موضوع إيجابي يعني مثلاً يفيدك ويفيد المجتمع مثل زي عندنا الصدق الأخلاق التواضع العمل حب الوطن دي موضوعات كلها إيجابية وعندنا موضوعات سلبية زي التدخين النميمة الكذب كيف نكتب موضوع عن هذه الموضوعات وكيف نكتب يعني موضوعات موضوع إذا كان موضوع سلبي كيف نكتب ذلك في الامتحان عندنا الموضوع الإيجابي أولاً هذه الطريقة ممكن تأخذها وتحفظها وتكتبها في الامتحان يعني في حدود 12 سطراً موضوع في حدود 12 سطر 12 سطر ممكن تزود من عندك عندنا في البداية أي موضوع تعبير في البداية أترك بياط نقول يعتبر أو إن نكتب الموضوع بتاعنا سواء كان العمل الأخلاق الصدق نكتبه من السلوكيات أو ممكن نقول الأعمال أو التصرفات نختار واحدة الفاضلة أو الرائعة أو الحسنة أو العظيمة نختار واحدة أيضاً من هنا واحدة ومن هنا واحدة يعني مثلاً نقول إن مثلاً إن الأخلاق من السلوكيات الفاضلة التي يجب أن يتصف بها الإنسان في حياته لما لها من أهمية ومنافع كبيرة أو ممكن نقول التواضع إن التواضع من الأعمال ممكن نقول أو التصرفات الرائعة أو التصرفات الحسنة التي يجب أن يتصف بها الإنسان في حياته لما لها من أهمية ومنافع كبيرة طبعاً ممكن نقول لما لها أو لما له على حسب الموضوع كده مقدمة دي تصلح يعني معظم الموضوعات طب أفرض مثلاً كان عن كان عن الوطن نقول إن الوطن من السلوكيات لا نقول إن حب الوطن من السلوكيات طب ولو كان مثلاً عن الوالدين نقول إن الوالدين من السلوكيات أو من السلوكيات الفاضلة لا نقول إن طاعة الوالدين من السلوكيات الفاضلة العرض هنا أضع نقطة مقدمة العرض أترك هنا بياض ونكتب الموضوع بتاعنا مثلا عن العمل أو الصدق العمل أمر ضروري لبناء المجتمع ورفعته وازدهاره فهو أو فهي على حسب الموضوع فهو يبين مدى التماسك بين الناس ولقد حث ديننا الإسلامي على ولقد حث ديننا الإسلامي على نذكر اسم الموضوع اللي بنتكلم عنه في كثير من الآيات والأحاديث النبوية وكذلك الأشعار القديمة والحديثة أضع نقطة هتكلم على فوائد الموضوع قال ما هو موضوع إيجابي يبقى ليه فوائد أكيد هيكون ليه فوائد ليه إيجابيات لمنافع أكتب اسمه هنا له ممكن نقول العمل له أهمية كبيرة ومن منا لا يعرف أهميته أو ممكن نقول الأخلاق الأخلاق هنا هتبقى لها وليس له ونغيرها لها أهمية كبيرة ومن منا لا يعرف أهميتها فهي تنشر مثلا الخير التقدم المحبة والمودة وأيضا يحظى الفرد من خلاله على محبة الله والثواب العظيم ومحبة الآخرين طبعا الفوائد ممكن تضيف عليها وممكن يكون فيه فوائد أخرى ممكن تكتبها الخاتمة هنا أضع نقطة الخاتمة هنا أترك بيض وفي الختام أنصح كل إنسان طالما هو موضوع مهم طالما هو موضوع إيجابي النصيحة هتقدم نصيحة في الخاتمة أنصح كل إنسان أن يتمسك أو أن يلتزم بالموضوع اللي احنا نتكلم عنه يتمسك مثلا بالأخلاق يتمسك بالتواضع يتمسك بحب الناس لو كان موضوع عن حب الناس يتمسك بالصدق لو كان موضوع عن الصدق وصدق من قال ممكن نستشهد بمقولة أو نستشهد بحديث شريف بيت شعري أي قرآنية في الخاتمة ونضع نقطة ده الموضوع يصلح لـ 90% أو 80% من الموضوعات اللي ممكن تأتي في الامتحان إذا كان موضوع إيجابي ومفيد في المجتمع تأخذوه وتمشو بنفس الطريقة أو بنفس النمط أما إذا كان موضوع سلبي سلبي مثل الكذب النميمة مثلا نقول هنا هنا أترك بيات بضي التعبير يعتبر الكذب مثلا الكذب يعتبر الكذب من السلوكيات ممكن نقول الأعمال أو التصرفات نختار واحدة السيئة القبيحة المذنومة نختار واحدة يعتبر مثلا الكذب من التصرفات السيئة أو المزمومة التي يجب أن يبتعد عنها الإنسان يبتعد طالما هم سلبي يبقى يبتعد عنها الإنسان في حياته لما له من أضرار وخيمة أو ممكن نقول لما لها من أضرار وخيمة حسب الموضوع من مقدمة العرض نذكر اسم الموضوع الكذب مثلا أو النميمة من أسوأ من أسوأ ما يخطر على بالي الإنسان من أسوأ ما يخطر على بالي الإنسان هو نذكر اسمه من أسوأ ما يخطر على بالي الإنسان هو مثلا التدخين أو النميمة أو الكذب أو الخيانة أو غيرها من الموضوعات السلبية ولقد حذرنا حذرنا إنما يكون موضوع إيجابي نقول ولقد أمرنا ولكن هنا موضوع سلبي ولقد حذرنا ديننا الإسلامي في كثير من العيات القرانية والحديث الشريفة والأشعار القديمة والحديثة عليه طالما أمر مزموم أو موضوع مزموم سنذكر الأضرار نذكر هنا اسمه أمر منبوذ ويرفضه المجتمع أمر مزموم منبوذ ويرفضه المجتمع فمن أضراره أو فمن أضراره نذكر الأضرار تمام بعدما ذكرنا الأضرار الخاتمة نصيحة سنأترك بيض أنصح كل إنسان بأن يتجنب أو أن يبتعد أو بأن يترك الموضوع اللي بنتكلم عنه لنيلي رضى الله والثواب العظيم لنيلي رضى والثواب العظيم من الله وكذلك محبة الآخرين ويقول الله عز وجل أو الرسول نستشهد بآية أو حديث أو مقولة وغيرها من الاستشهادات أي استشهاد يخص الموضوع هنا أضع نقطة كده الخاتمة يعني تصلح لمعظم الموضوعات السلبية المجتمع انتهيت من الموضوع يارب يجبكم يكونوا استفدتم ولو بواحد في المية من الفيديو بكده مقدمة عرض خاتمة يعني لو أخذتوا هذه الطريقة وتكتبها في الامتحان إن شاء الله تاخذوا درجة يعني أحسن من بلاش أحسن من تخرج من الامتحان بدون مكتابة الموضوع أراكم في الفيديوهات القادمة لا تدخلوا علينا باللايك وإنسل تحت تكتب كومنت للقناة لنعرف ما رأيكم في الفيديو وكمان تثبت وجودك في القناة أراكم في الفيديوهات القادمة مع السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته